كمان فيه جزئية مهمة بنرفض وجهة نظر حدق كلها أو بنرفض نظر حدق كلها إنه كمان السيد الرئيس وجه بتخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهنة الطبية والمعلمين والعملين بالجهات الإدارية الأخرى وده قرار مهم كمان لإنه إحنا كان عندنا نقص في التواقم الطبية ونقص كمان في أعداد المعلمين وده كنا بنتكلم فيه بقالنا كزا سنة وقد حصلت الاختبارات طبعا دخلنا 30 ألف معلم وبعد كانت بتتواصل هذه الاختبارات على الأسس والمعايير الجديدة والحديثة لكن النهاردة كمان كان فيه قرار مهم وهو قرار السيد الرئيس بتخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهنة الطبية والمعلمين والعملين بالجهات الإدارية الأخرى وده فتح مبرز 120 ألف أسرة ده أولا ثانيا كان عندنا نقص فيه أعضاء المهنة الطبية وكمان كان عندنا نقص فيه أعداد المعلمين وده جزئية فيه منتهى الأهمية كان لازم برضو نقول لحضراتكم عليها النهاردة وده بييجي كمان في نفس الجزئية تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8 مليار جنيه لإقرار في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي يعني 15 مليار منها 8 مليار للمعلمين قبل التعليم الجامعي و 61 مليار جنيه لذلك إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية مهم موضوع المراكز البحثية ده جدا و 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض وزيادة في بدل المخاطر وبدل السهر وبدل المبيت دي كلها جزئيات مهمة جدا جدا وده كمان بيأتي مع قرارات السيد الرئيس وكانت كمان عندنا اجتماع النهاردة لإستاذ الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيد وزير المالية وكمان كان صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ايضا بتصريحات مهمة انه طبعا السيد الرئيس بيتابع تطورات إجراءات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وضبط أسعار السلع والخدمات والحد من التدخم وتحقيق الاستقرار الكل وتم كمان بحث فيه القرارات الجديدة قبل إعلانها للمواطن اليوم دي معلومات مهمة ذكرنا لحضراتكم ويمكن أهم ما يتعلق بقرارات التاريخية الصادرة عن رئاسة الجمهورية اليوم زيادة في المعاشات زيادة في الأجور زيادة في حد الإعفاء الضريبي زيادة في رواتب والحزم الاجتماعي الخاصة بتكافل وكرامة زيادة في رواتب المهن الطبية والبدلات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس ما قبل الجميعي والجميعي والزيادة كمان في العاملين في المراكز البحثية بتأكيد قرارات إيجابية وفي توقيت في منتهى الأهمية